هنا هنراجع الانتيرو فيو في الاول فده الانتيرو فيو وهنا دي الاله في الانتيرو فيو وضع عندي ادي بالنسبة للريدياس في الهيد وهدي النيك وهدي التيوبروزتي تبين الانتيرو سيرفز بتاعها والبستيرو سيرفز هنا بتاعها ايه رف ودول بيكونولي الابر اند واضح انها ونازل منه على ده اللي بيسموه طبعا بين الابر اند وبين الابر اند عندي كل ده اللي اسمه ايه الشافت ما ننساش في الشافت هنا نبص على اللاين ده اللي هو ده اسمه ده اللي بيكمل بعد كده على الانتيرو البوردر افزا ريدياس اما نيجي هنا طبعا نلاحظ ان انا عندي هنا ده الانتيرو بوردر وده البوردر التاني اللي بنسميه الانتر اوسياس بوردر هنا الانتر اوسياس بوردر بالنسبة للريدياس يعتبر الميديا البوردر طبعا من خلف المفروض حنشوف البستيرو بوردر ده الكلام اللي احنا بنشوفه على الارديس. نفسه ممكن اتكرر هنا. ده الهد واده النيك واده وده الانتر اوسياس بوردر او اللي بنقول عليه الناميديا البوردر وبعدين ادي الوور اند طبعا ده الشافت واده الوور اند وده اللي احنا بنديله اسم يسموه الستيولويد بروسيس وبعدين هنا اه ده الشافت اهو وهدي الابر اند وهدي هنا ايه اللور اند. اما نيجي نتكلم على بتاع الالنة في الانتيرو سيرفيس فحلاقي الابر اند هي في اول حاجة اه بروسيسز ادي وده كورونويد بروسيس يبقى ده اه وده كورونويد بروسيس وفي اتنين فصائي اه او نوتشز ففي عندي دي نوتش بيسموها اه تروكليار نوتش يبقى هنا دي اسم تروكليار نوتش مفروض ان هنا في الحتة دي اللي هي في نوتش تانية بيسموها ايه يبقى دي تروكليار نوتش ودي راديان نوتش يبقى انا عند الابر اند فيه اه بروسيسز وتو نوتشز طبعا بالاضافة للانتيرو سيرفيس بتاع الكورونويد بروسيس افزالنا في عندي هنا هو الجزء ده اللي بيسموه زي ما احنا شايفين بتاع القلنة اهو. في بوردر واضح جدا طبعا مفروض ان عندي بوردر وفي بوستيرو بوردر. في البردر اللي بيسموه الانتر اوسيس بوردر. الانتر اوسيس بوردر هنا بيبقى بالنسبة للألنا. طبعا في الهيد وبعدين في البروسيس التانية اللي بيسموها الايه الاستيالويد بروسيس. لاحظ هنا بتاعة القلنة مع اللي موجودة في يعني دي الجزء ده بالنسبة فيه هنا بتاخد وبتعمل دي زي ما كان هنا دي ودي الاتنين بتاتحادل الجزء ده مع بيعملولي طبعا دول نفتكر دايما دول اسمهم سينوفيا الجوينت عشان فيهم حركة وكمان بيتم عليهم حركة وبنسمين بنقول عليهم بيفوت برايتي دي الكلمة دي حنفتكارها كويس قوي اه على اساس اه اه في الجوينتز حتتعد تاني لكن اهو بنقولها دلوقتي كده طبعا نلاحظ حاجة تانية ان اطول من بواحد صنط يعني او اطول من بواحد صنط اه او بتاع القلنا اقصر من بواحد صنط عشان كده الحركة بتاعة الاداكشن الاداكشن التقريب على تبقى الرينج بتاعها اكبر من الابداكشن ودي بيسألك فيها في الامتحان يقول لك ليه الاداكشن اه الرينج بتاعته اكبر من الابداكشن اه في الريست جوينت تقول له لان الاستاولويت بروسس اف زي اي ريدياس بواحد ايه صنط هنا نفس الكلام ده ده الكورونويت بروسس ده اللي هو عبرها وديت هنا النوتش دي اللي بيسموها ده بتاع الكورونويت بروسس عليها وبعدين ادي عندي هنا ده طبعا هنا ده الانتر اوسس بوردر بتاع الالنا والانتر اوسس بوردر اوف زي ريدياس الاتنين مع بعض المفروض بيبقى بينهم بين بعض ايو اللي هو بيسموه اللي هو الريديو اللي هي الانتر اوسس منبرين دوت اه بيعتبر عبارة عن جوينت نوع من انواع ايه جوينت يبقى بين الاتنين دولات فيه ممبرين هنا بنسميه كل الكلام ده بشرحه على دلوقتي حنشوف فانا عندي هنا هو ادي برضو لو مسكنا الريدياس ادي الهيد ودي ودي هنا زي ما احنا شايفين كده ده الشافت بتاع الايه الريدياس ده وده لاحز هنا على اه البستيرو بتاع الريدياس فيه وفيه جروف دول والجروف دولة بتترتب هنا العضلات اه في الكمبارتمنت هنا هو تحت الايه يعني هنا في عضلات بتعدي في الجروف زي اللي موجودة هنا داية وبيبقى فيه هنا اربعة من موجودين على اه بتترتب هنا اه العضلات طبعا واضح هنا ده البستيرو سيرفس ودي واضح هنا ده جزء من فيه اه بتاع فيه هنا الرف اريا دي اه بتمسك فيها مصر اللي حنشوفها بعد كده اللي هو بتاع مصر اسمها طبعا القلنة واضح جدا ادي الالكن بروسس وده جزء من الالالبستيرو سيرفس بتاع الكورونويد اه بتاع الاولوكورون بروسس ده من ضمن ايه قلنا زي ما حنشوف بعد كده وهنا طبعا ده بتاع الاولوكورون ايه بروسس واضي المنظر ده جايب هنا الايه الستايلويد بروسس ايه ايه قالنا واضح زي ما احنا شايفين برضو انه هو اقصر من للسيلويد بروسس ايه اه ريدياس وبين هنا ده مكان الارتكوليشن بين او مكان الارتكوليشن بتاع الانتر اسياس ايه منبرين فدي نراجع الاسماع تاني the head of radius the neck of radius. تيبروستي of the radius. والبسيولو بتاع بتاعة بيبقى هنا ايه? رف. وبعدين هنا ايه? ده الشافت بتاع ده ده وهنا ده هنا ده وبعدين هنا النوتش اللي هي قلنا واضحة هنا ده الشافت بتاع قلنا وبعدين هنا ده قلنا ده ده قلنا.